كما أوضح رئيس السيسي أنه لا يتم عمل أي شيء غير متابق للمواصفات العالمية وسلامة الغذاء وخلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز أشار رئيس السيسي إلى أنه لا يتم التعامل مع الشركات الداخلة في التغذية المدرسية إلا إذا كانت تعمل وفقاً للمعايير إذا كنا نحقق توازن في أسعار المنتجات اللي هي الأغذية بالذات لكل المواطنين بكل شريحة فنحن محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكيميات المطروحة ديت وده أمر درسوه بس نحن نقول كده ليه؟ لأن أنت النهاردة لما تلاقي مثلاً فيه نقص أو معروض نقص معروض في وقت معين فالنقص ده لو كان فيه عندنا منتجات المتجدة بتقعد بالشهور في المحفوظة لا يوجد فيها مشكلة ومعمولة تبقى ونحن دايماً نتكلم نقول أن أي شيء ستتعمل ستتعمل تبقى لمعايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء فهذا موضوع ولم يوجد فيه كلامي حتى الشركات التي دخلتها في التغذية المدرسية لكي يقول كل الناس تسمعوا معنا معمول حساب لا يمكن الشركة دي بيتم إقرارها ويتم التعاقد معها إلا إذا كانت سلامة الغذاء تقر بأن هي حققت المعايير